السلام عليكم ورحمة الله احنا النهاردة بعد ما كنا مبارح في سلام الوسعة احنا النهاردة يوم 27 رمضان ايوة وقربنا نودع رمضان كان المصريين عندهم حاجة مهمة جدا جدا بيعملوا حاجة اسمها التوحيش ان هم هيوحشهم رمضان قربنا نودع رمضان وفي الوداع محتاجين نتعلم سلام مهم جدا جدا السلام ده مرتبط بالسلام اللي احنا كنا فيه مبارح احنا كنا في سلام الوسعة وسلام الوسعة لما الدنيا تبقى وسعة يحصل الانسان نشرح كده ويحصل له تفاؤل ويحصل له امل وعشان كده احنا النهاردة بنتكلم على سلام الامل سلام عجيب سلام يخلي الانسان يحس بان حياته فيها نفس جديد وكأنه بيتولد من جديد وعشان كده احنا كنا لازم نتكلم عن سلام الامل عشان نتولد من جديد وإحنا قلوبنا بتعيش بالامل في الله سبحانه وتعالى وحده وتبعد عن كل يأس وإحباط ممكن يوقفنا عن السير إلى الله ورؤية الله في كل عمل بنعمله فيتحول كل عمل بنعمله من عادة إلى عمل صالح احنا مش هنسيه بالسير إلى الله بالعكس احنا مليانين بالنور والبركة من سلام الوسع وعشان كده عنسع إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما عندنا من أمل في الله سبحانه وتعالى وتيجي بقى الدراسات وتقول لنا الدراسات النفسية والتربوية بتقول لنا إن الأمل له أثار إيجابية على الفرض في تحسين جودة الحياة وتحمل الضغوط والأمل ومقاومة المشكلات الحياتية وإعطاء معنى جديد للحياة وكمان تحقيق الزات وتنمية الصمود النفسي اللي بداخل الإنسان وحاجة غريبة جدا وجده كمان إنه بيساعد على انخفاض عراض الاكتئاب طب ده كله ليه؟ لأن النفس ده من عند الله ده روح جديدة ربنا بثها ونفخها فينا وعشان كده لو نظرنا لحلنا شوية وإحنا بنحاول ندخل جوة نفسنا هنلاقي إن الأمل عندنا بيقلع عشان سبب رئيسي وهو إنك شايف نفسك ومش شايف ربك أنت حاسس إن انت بتعافف في الحياة لوحدك وماشي لوحدك في الحياة بتشوف إن أعمالك هي اللي بتوسلك ولو أسرتي تبقى خلاص مش هتتقبل ولا هتتوفق لشيء ولا هتوصل لأي غاية ولا أي هدف انت عملته رغم إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وطمننا إن احنا لازم يكون عندنا أمل والأمل مش متعلق بعملنا لكن متعلق بفضله سبحانه وتعالى فقال على إن الصالحين اللي فعلاً عارفين حقيقة الحياة دي يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الله سبحانه وتعالى هو اللي علمنا حقيقة الاستبشار وإن الاستبشار دي حقيقة في الحياة استبشار ليه؟ ما وما ينفعش كل الوسع ده ونتعامل معه بديء لازم نتعامل معه ببشر لكن لازم نعرف بقى وندعبش شوية وندور شوية عن أسباب قلة الأمل أوقات قلة الأمل بتوصلنا للإحباط واليأس وبتخلينا لو اشتغلنا نشتغل من غير نفس ونبطل نعمل أشياء إجمية ونبطل نبتكر ولا نبطل نتعلم أشياء جديدة وتوقف حياتنا لأن الأمل قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله واجهه ليه قصيدة بديعة هي إذا اجتملت على اليأس القلوب بيقول فيها إذا اجتملت على اليأس القلوب وضاق لما بيها السدور الرحيب وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب ولم تر الانكشاف الدر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب يا الله على الكلام وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب فموصول بها فرج قريب يبقى ليه تيأس ليه تيأس والرزق أنا دائما بقول للناس لما ربنا سبحانه وتعالى قالوا في السماء الرزقوكم وما توعدون عشان تعرف إن رزقك بوسع السماء ليه بنيأس بقى وبيقل عندنا الأمل ده سؤال لازم نسأله أكتر حاجة بتخلينا نيأس ومعاش عندنا أمل الخوف والقلق من خاف ما نوصلش اللي احنا عايزينه وقلقلينه على النتائج ومن خاف ما نحققش اللي احنا متوقعينه إنه هو يحصل لإننا بنبني عليه سعادتنا فإذا هو ما حصلش مش هنكون سعداء وهنعيش بالغم والهم والكآبة والحزن والديق بنقس كمان وبنقول لنفسنا أنا جربت مرة وفشلت ومش هجرب تاني عشان ما الفشل ما يزدش عندي والفشل ما يتجددش ويتجدد معاه جرحي وقلمي وتقل ثقة بنفسي وازعل للأسف وازعل من ربنا إنه هو ما وفقنيش رغم إنه إحنا عارفين إنه ربنا علمنا إنه إحنا ما ندعيش ما ندعيش إنه إحنا بنعلم الغير ما ندعيش ده أبدا ونقول إيه إلا يحصل في المستقبل لإنه سبحانه وتعالى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر يبقى أنت ما تعملش كده أنت إيش عرفك أنت ليه بتدعي إنه خلاص الأمور انتهت ليه بتدعي إنه لحظة اليأس اللي عندك دي ولحظة الظلام اللي عندك دي ولحظة الكابة اللي عندك دي هي تكون مستقبل ليه قررت إن النهاية حصلت مين اللي علمك إن النهاية جدت مين اللي علمك إن أنت ما عندكش رسل مين اللي علمك إن أنت من حقك تعمل كده الله سبحانه وتعالى منعك إن أنت تعمل كده إحنا أوقات بقى بننسى إن إحنا زينا زي الطائر وحظة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن إحنا نعيش حياة الطائر حياة الطائر في أهم شيء فيها الأمل لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلي رزقكم كما يرزق الطائر تأخذوا خماصاً وتروحوا بطاناً الحديث ده مهم جداً حديث مركزي في حياتنا لأن الطائر لا يكل ولا يمل ويظل يعيش وولا يملك بين خافقي إلا شيء واحد بس إلا الأمل ما بيخافش يفقده وما عندهش توقع ولا خطة رسمها ما ينفعش عنده إنه يعيش غير وهو عنده أمل في قدر الله وما ينفعش قدر الله يحيد عنها ولا عياذ بالله ما ينفعش إنه يرسم خطة ربنا ويقول له هي دي الخطة الطائر ما بيعملش كده بيطير 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 بيطلب رزقه في السماء عشان كده ونزاك رسول الله سلام قال له توكلتم على الله حق توكله عشان يفكرك بالطائر هو إيه حكيت الطائر عشان يفكرك إن الطائر ده في السماء بيطير في السماء ولا بيطير على الأرض بيطير في السماء فلما تفتكر الطائر تفتكر إن رزقك فين تفتكر إن رزقك في السماء محدش هيوصله فتخليك زي الطائر الطائر اللي هو إذا كان الطائر عنده أمل وما عندوش الوعد اللي هو عندنا فإحنا إزاي إحنا أصلا نفقد الأمل وإحنا عندنا وعد من الله إنه لن تموت نفسه حتى تستوفي رزقها وعجلها عشان كده راضي بالرزق اللي ربنا رزقه للطائر ده وعشان كده ربنا علمنا إن احنا نتعلم منه ونتعلم من الطائر إن احنا نرضى بالرزق الله سبحانه وتعالى اللي هيبعتهن هو مش بيستقل نعمة من نعم ربنا المسلم بقى يعيش في حياته زي الطائر ليه جناحين جناح الخوف وجناح الرجاء لذلك بيتزن في طيرانه وفي سيره إلى الله فما ينفعش نعيش بس بالخوف من الله ولا بالرجاء ليه طيب ليه لأن لازم الإنسان عشان يتزن لازم يطير بجناحين يتزن بأنه يبقى عنده الجناحين جناح الخوف ورجاء وقبل كده لازم نفهم معنى الخوف فالخوف مش الرعب ولكن الخوف هو الوجل زي ما سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله واجهه قال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل أنت بتخاف أن ربنا سبحانه وتعالى ما يرداش عنك وهو ده الخوف الحقيقي فتعمل وتتقرب عشان عندك رجاء في رحمته سبحانه وتعالى وعفو عشان تفضل موصول به سبحانه وتعالى فالخوف خوف من حبيب مش خوف من عدوه وعشان كده الخوف من الحبيب يلجئك إلى الرجاء ورجاءك برضو رجاء في حبيب فحبيبك هو اللي أمنك وقال لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميع إذن وإنت عارف إنه بيحب المغفرة إنه هو الغفور الرحيم عشان كده لازم تتخلص من آفة قلة الأمل عشان نعيش بسلام الأمل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليه اللي احنا نمشي به في طريقنا مع الله لما قال لنا وقل اعمله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هنشوف إزاي يعنيش بسلام الأمل بعد الفاصل لما نرجع ونكلم بالتفصيل إزاي سلام الأمل هيخلينا نسير مع الله بالله لله ترجمة نانسي قنقر